احنا بنتكلم عن الشفاعة واتكلمنا عن وجود المسيح في السماء طيب اذا هو عم بيشفع شو مؤهلات هذا الشفيع هل اي حد يقدر يروح عند الله الاب ويقول انا بشفع في الاخ نزار وفي اليا طبعا لا اللي ينفع يشفع وكلمة يشفع قولنا معناها محامي حضرتك لو عندك مشكلة لا سمح الله ومحتاج محامي انت عايز واحد ريجسترد عايز واحد كواليفايد عايز واحد عنده امكانيات ومؤهلات ده عشان يقف عند القاضي الارضي لكن عشان شفيع يقف قدام الله الاب ويحامي عن المؤمنين لازم يكون مع لايسنس لازم يكون مع مؤهلات اسمح لقول 3-4 مؤهلات للرب يسوع المسيح لضيق الوقت المؤهل الأولاني اسكر الآية اللي جات في يحن الأولى أصحاح 2 لما بيقول يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئه وإن أخطأ أحد فلانا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار هذا هو المؤهل الأولاني والبار مش معناها الذي لم يفعل خطية فقط لكن الذي لم تكن فيه خطية والذي لم يفعل خطية لكن في نفس الوقت اللي كل البر خرج منه للمسيح هو المحامي الوحيد لأنه هو البار وبقول لأحباء المشاهدين لو لقيت واحد في الكون كله تقدر تروع عنه البار خدوا شفيع بتاعك وبما أنه ليس بار ولا واحد فلا يوجد إلا الرب يسوع المسيح أمين أمين تفضل المؤهل رقم اثنين يقول عنه الكتاب وهو كفار لخطيانا يعني المسيح عندما يقوم بالشفاعة معه الدواء الذي به يغطي ويدافع ويحامي عن أخطاء المؤمنين ويستر ويستر الكفر الغطاء الذي عمله المسيح الذي هو الكفارة نعم رقم ثلاثة المؤهل الأولاني البار المؤهل الثاني كفارة المؤهل رقم ثلاثة يقول عنه الكتاب في رسالة العبرانيين أصحاح 7 يقول عنه إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم المسيح لا يموت ولم تنتهي خدمته والمسيح لا يأتي يوم الأيام ويتقال عنه أنه مش موجود في السماء لكن 24-7 المسيح في يمين عرش الله حي في كل حين ليشفع في المؤمنين الحاجة الأخيرة يقول عنه الكتاب أنه قدوس بلا شر وبلا دنس قد انفصل عن الخطاط وصار أعلى من السموات عبرانين سبعة عدد ستة وعشرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر